موسيقى تشعرين أنك أنت فخورة بالشيء اللي وصلت إلى الحين ولا في أمور في بالك ودت تسويينها هي بداية هي الهول باب باب للناس باب يكون مصدق أنت لا تقف هنا وأنا طموحي دائماً طموحة في كل شيء ولكن أنت من هو يسمع لك الله إنما الإنسان إلا أثر صح ولا لا فأنا هالشيء يعني للكثير حاولين دائما تكونين قوية قدام أهلك قدام عيالك هل هذا الشيء حملتش ثقل زيني فمن أنا هذا السؤال ويتصار أنت تبين تطمحين طمحي بالقوانين والحدود لهذه الأسرة أنت تعرضت إلى انفصال في حياتي شلون فأنا اللي مريت فيه كان لابداية وكان لنهاية لا هذا السؤال هذين سؤالين هذين سؤال هل غوة أنا أؤمن أن الفطرة السوية للرجل والمرأة أنهم يكونون في حياة بعض دكتور مايا الهواري وما بقول متوترة ولكن كثير حب الحديث معاتش أنا اللي أنا اللي بتحمسه وأنا جدا أيضا لك حلقة معاتش طبعا ودي نخوض أنا وأنتي في حديث عميق خلينا نقول أنا وأنتي ممكن شوي مختلف عن الأمور اللي متعودة تكلمين فيها بالسوشيال ميديا أول شي دكتور مايا الهواري أنت أول دكتورة عربية إماراتية في القيادة الذكية التربوية والذكاء العاطفي وتأثيرها على القيادة في منطقة الشرق الأسود والشمع الأفريقي حبيبتي الحمد لله هذا غير بجانب العديد والكثير من الأمور اللي قدمتها الحمد لله ولكن دربش يالله جاهزة جاهزيت تعطيني الضو الأخضر يالله يالله الضو الأخضر الله يستر الله يستر يالله هذا المسمى خلينا نقول أو التعريف أنت حطت أنها عندك في الإنستغرام نعم تشعرين أنت فخورة بالشيء اللي وصلتي للحين ولا في أمور في بالك ودت تسويينها شكرا على الاستضافة الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أنا أحس اليوم أن اللي حاططني أنا على الإنستغرام أول دكتوراه في القادة الذكية التربوية والذكاء العاطفي هي بداية نعم هي بداية هي هو الباب باب للناس باب يكون مصدق موثق عالمياً أكاديمياً دولياً على مستوى الدولة من جامعة فيعطيك نوعاً من المصداقية لما أنت تتعطي المادة نعم إن كانت على وسائل التواصل الاجتماعي إن كانت على التلفزيون القنامات اليوم نحن في التلفزيون لما أنا أي في بودكاست يكون اسمي دكتوراه متخصصة في مجال معين يفتح لي بيبان نعم ولكن نحن في الدكتوراه تعلمنا أن أنت لا تقف هنا نعم فأنا ما أعرف وين رايحة عندي شي في بالي ولكن هل بوصلة بعلم الله أنا ما أعرف لكن أفكر دائماً بخدمة الناس نعم خدمة بلادي حل اليوم أنا الحمد لله بفضل من الله يارب وصلت للعالم نعم طلعنا خارج جوة الإمارات يشوفوك ويسمعوك يعني ف بالضبط تصليلهم يعني بطريقة معينة ولكن أنت منو يسمع لك الله حبيت والله الحمد لله رب العالمين أكرمني نعم أنا ما أحب أتعب أمي وأبوي بأي ألم أنا أتعلمها شك الله أو أي ما أحب أتشك بالعكس أحب أنا أكون داعم نعم حب دائماً يشوفون أثر أثر تربيتهم فيني يشوفون صح أنا مريت ولكن أنا قوية أحياناً أمي يوم تشوفني ألق بنتي داليا داليا بن ذوي الهمم نعم فدوم تطلعني أمي تقول يعني أسمعها أسمعها تقول حق أبوي هاي زين أنها بعدها تضحك على كل اللي مريت فيه يعني فأي الحمد لله أزيد أزيدها يعني أزيدها الضحك ليش لأنه أنا لازم أكون أنا داعم لهم منو يسمعني منو صديقاتي بصراحة صديقاتي شكراً عندي بالضبط صديقتين معاي في الدوام صديقة في الممشى اللي أمشي فيه دايما الرياضة بنسب لي شيء أساسي ضروري وتسلفون وتتمشين عاد اي نعم وعندي صديقة صديقة سفر إذا سافرت إذا كذا وحتى يعني سافرت مرة وحدة تطلع أي يعني شيء معني أنا وحدة وايد يعني أحب الأسرة وما أقدر أسافر من غير الأسرة وأفضل أنا أسافر بأسرة اتطلع الوحيدة اللي سافرتها معاها سبحان الله تمينا الصديقات حاتون ليه اليوم أنا أبات عندها يتبات عندي شيء يعني عارفين هاي اللي تجربين الناس في السفر يقول ليش صحيح ترومين تجربين الشخص تعرفينه بالسفر بالضبط وهذا الكلام يعني 100 بال100 صح قلت شيء حلو أن تحاولين دائما تكونين قوية قدام أهلك قدام عيالك هل هذا الشيء حملت ثقل عليك أكثر يعني ربما يعني تحاولين تكونين بهذه القوة بس شكثر يأثر عليك أنت شخصيا كان كان بس الحين لا الحين عندي أنا ثقة الأمة نعم يعني أنت الحين سفيرة سفيرة لبلد أنت سفيرة لدولة الإمارات نعم أنت تفتحين كل يوم كل أحد ترى كل أحد عنده القدرة أن يسوي سند على شاشة هو سفير لبلده وموطنة لهو فيه صحيح فأنا بصراحة يعني تشوفين عندي كم من شاء الله من المتابعين نعم عندي مش بس منصة وحدة عندي عندي ست سبع شاشات ست سبع منصات أظهر فيها فهذه مسؤولية ترى تعوت وضط شو أكثر شيء أخرين نرد شوي للطفولة والأيام الأيام أول ويا الأسرة والأهل والأب والأم شو اللي خذتيه منهم أمي أمي الله يحفظها كريمة حنونة صبورة لا يحفظها عندها إنها تكسر قلب إنسان أمدا بالعكس تكون هي جابرة ومتسامحة عندها العفو يعني مو بس عند المقدرة هي دائما تقدر إنها تعفو سامح هي خذتي من هذا الشيء هذا خذت تعلمت منها تعلمت عطفي زين والوالد الوالد الوالد طبعا الوالد نفس الشيهم يعني مش الله عليهم الاثنين هم يشتغلون لين اليوم الحمد لله الله يحفظهم بس الوالد تعلمت منه إنه إذا فيه حد تعبان نفسيا بالنسبة لي أنا أنا أسريا يتعبون حد محتاج إلى استشارة سريعة أبوه طبيب استشاري عنفذن حنجرة هو طبيب أنا مش طبيبة لكن حنا أنا وهو نخدم من الشخص مباشرة فتعلمت منه إن أحاول قدر الإمكان ما أرقد وفيه حد يترياني أو يترياني يترياني حاجز موعد لازم أن ألبي جميل جدا زين الدكتورة بالنسبة لموضوع أنا مايد يعني أفكر فيه بين وبين نفسي فحب أخذ رائج فيه قولي لي اليوم يعني يوم نحب أن نكون أقوية يعني وأنا خلص يعني عيش هذه المرحلة وأوصل لمرحلة الوعي أحاول أوصل لمرحلة أيضا الذكاء العاطف فيه كثر ما أقدر في حياتي اليومية ويا الأهل اللي متزوجة ممكن ويا عيالها وكذا لكن الإنسان يضعف ويمر بمراحل صعبة طبعا نفسيته تتعب ربما أيضا ممكن يمرض بعض الأمراض ممكن أنت مريتي بهذا الشي ونفسيته تتعبت في بعض المراحل طبعا ما حصل معك وشلون قدرت تتخلصين من الاكتئاب الإنسان مراحل الإنسان مراحل أي حد يسمعنا اليوم لازم يعرف أنه اللي يمر فيه ما فيه فرح يدوم ولا فيه حزن يستمر فأنا اللي مريت فيه كان له بداية وكان له نهاية لكن أنت في كل مرحلة لازم تكون شف تكلمنا عن الوعي لازم تكون واعي نعم أنه إذا أحب الله عبدا ابتلاه نعم ليش الله يحبنا يعورنا كيف سؤال فلسفي بحث كيف أنا أحبك أعورك أنا أحبك أعلمك مهارات تعلم أنت محتاجها يمكن هي عندك لكن محتاجها سقل يمكن ما عندك لأنك بتحتاجها بعدين فرب العالمين أنت في شو مريتي هاي الدرس اللي أنا تعلمته شو اللي مريت فيه ما فيه ثانية ما كانت مفيدة لي والله يا ندا الخمس سنين الاكتئاب كانت الدكتوراه ما قبل الدكتوراه خمس سنوات خمس سنوات الدكتوراه كانت ست سنين يعني خمس سنوات من عمرك كنت في هذه المرحلة يعني أكيد رحت الدكتور صحيح صحيح طبعا زين ليش أبو أفهم اليوم نحن يعني اللي قلتش أنا عندي اكتئاب أول شي يقولوله أهدي بالك أنت ما فيك شي بعض الأشخاص كثير يحاولون يرفضون هذه الفكرة أنه يقول لك خلال شكل مزاجه متعكر يعني دائما أحيانا ما يأخذون موضوع الاكتئاب على محمل الجد أحيانا إذا حد راح عند دكتور ويحاول أنه يتعالج يشوفوه بنظرة مبزة مو حلوة للأسف للحين صحيح لذلك أنا الحين عملي كرسته أنا في هاي المرحلة اللي هي أنا مش طبيبة نفسية ومش معالج أسري لأن أنا أيضا في الذكاء العاطفي كيف تقود ذاتك أسريتك عملك الناس اللي من حولك اجتمعك نفسيتك أنا الشخص اللي كنت أدور عليه اللي ما حصلته عشان حدي يساعدني لأنني أنا أخاف أسير طبيب نفسي أخاف أسير معالج نفسي فقلت في خاطري هذا هو أنا لو ما مريت ما حطيت نفسي وما شفت وما مشيت في الإجراءات الرسمية للتعافي والتشافي وتعلمت المهارات هذه ما قدمت دكتوراه ما وصلت للي أنا فيه نعم مشاركة أهمية أن الناس تحتاجه فعليا نفس الشي مريض القلب محتاج عملية عملية قلب مفتوح يلا نعم لازم يسوي شيء عاد لازم يسوي شيء نفس الشيء هذا اللي هنيه ترى هذا اللي هنيه أهم عضو في الجسم كله نعم هنيه هنيه هذا اللي يخليك تكمل نعم هذا إذا أنت ما أعتنيت فيه شو يستوي فيك ضيع تتعب الوعي كله هني الاحساس كله هني أنك تختار هني أكون إيجابي سلبي أنا اليوم أنا ياهية قبل أن أعيش فيني ضيقة صدق صدق طالت ياهية أقول شو فيني شو الضيقة اللي فيني أنا لأنني عندي حاسة زين ليش قبل أن أدخل عليك سمعت خبر شيء سريع بس أقدر أصلحه يعني حد طلب مني طلب بس سبحان الله كنت حاسب ممكن يصير شيء يضعي خلق بس ليس شرطي يكون مني أنا ليس شرطي يكون من ظروفي أقول لك أحيانا اللي ذكي عاطفيا زيادة يشعر بال بالمحيط واللي حولة والناس يمكن نعم طبعا نحن مستمرين بالحديث حبيبتي الحمد لله أنتش طلعتي أقوى الحمد لله ويالسين نستفاد منتش من بعد هذه المرحلة اللي مرأتي فيها ولكن فاصل حبيبتي دكتورة مايا يا مرحبا بالتشمينيدي طبعا مستنسين بالحديث كلمنا قبل الفاصل عن موضوع مهم ولكن ذكاء العاطفي أكيد تتعلق أيضا بالحياة الشخصية للأشياء ونتي أعطتيني الضوال أخذت أخذي راحتك أكيد يتتش تعليقات بخصوص شلون كل هذه النصايح اللي ستقدمينها للبنات وغيرها ولكن أنت تعرضت لانفصال في حياتي شلون يا سؤال أحبها السؤال لأن فعلا يعني أنت كيف متطلقة ويايا تنصحين الناس تزوجوا مثلا شلون ونتي متطلقة ولا أنت ندمتي ندمتي على زواجك ويايا سالحين تنظرين علينا وتعلميننا هاي سمعتها شو ردت شليش شوفي بقول لك دايما بحاول أكون لأن أنا أحترم جدا أبو العيال لازم أحطها في قال بتكون تليق فيه كرجل ما قصر فينا وعطانا كل الحب 22 سنة ورب عياله والحمد لله أنا عندما معا في التربية وكان زواج ناجح جدا الحمد لله فاللي صار أو خلال نقول اللي إحنا معتادين عليه ندائما متوقع من المرأة أنها تتنازل؟ تتنازل ومش بس تتنازل أنها المفروض هي اللي تحافظ على البيت نعم وهي اللي تحافظ على الأسرة وإذا استوى طلاق يلوم عليها أكثر من الرجل أنت ما قدرت هي ما مسكت بيتها أنت ما سويت أنت عندك طموح أنت طلعتي أنت ما أدرك كيف كانت نازلتي كان ما أدرك كيف الناس ما تعرفها ها كلها أنا حتى للتنازل سويتها بس لما يكونوا الطرفين يبون بعض المركب يطلعون تمشي 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 لكن لما شخص ما يبثاني كيف تجبره إذا ما حصل معك بالضبط أنا بالنسب لي تعرفين أبو العيال هو اللي قال لي سوي الدكتوراه سويت عشان أطلع من موجة الاكتئاب يعني أطلع من الجو هذا ما أقصر بتعفين حتى كان هو يدفع لي يا سلام والله ما أقصر أقول لك ثلاثة سنين والله ما أقصر أت زين وسبحان الله مع الدكتوراه في جامعة حمدان بوم ستوا في عندي سوشال ميديا وقالوا لي أضعوا على سوشال ميديا الريلز وفيديو وشي وضرب أنا ما عندي ولا عرف يوم ما قلت الشي صار وهو بعد مسكيني يعني يعني هو شي استوا شو مستوي حرمتي شوية بديت فجأة ست سبع تلاف فلور في ستة شهور ما تقبل يعني الموضوع الموضوع يديد علينا كلنا على أهلي على أخوي على كلنا يعني هالكلام أنت تتكلمين في 2018 نعم صحيح كان آخر 2017 وكنت سابقة ما كان في حد حولنا في العائلة داخل هالمجال يعني انت شفيا ستسوين المهم وصلت مرحلة قال لي هذا أنا ما يزلي ماي أنا ما أقدر قلت له خلاص شو تبع قال وقفي الريلز ما تتكلمين وقفنا وقفتي ها ها يالي شو صار عقوب كومنتات سكري سكرنا دراكت ميسيج في ستوري ما حد يعلق لك حاضر ها بس نبرضاك أنا شو كنتبه يعني سبحان الله بديت مجال التدريب حلو يعني شوفي بديت الدورات بديت الدورات لما الله أنا سمعت كلام زوجي توفقت الله وفقني في شي ثاني يعني أنا من نوع لي ما أي أسع رفتي بس عندي طموح عندي طاقة أبا تطلع أبا أفيد الناس فقمت أفيد الناس وجها لوجه لكن على مستوى ثلاثين شخص أو أكثر بعدها هو حصلت معاه ظروف خاصة من هذه الظروف يعني مو نجاحك كان هو السبب ولا وجودك على السوشال ميديا لأن في سبب آخر نعم نعم يعني ما يخص موضوع السوشال ميديا ويوم إذا حد مثلا عندتش قلت دكتور مايا أنا عندي نفس هذه المشكلة التي أنت مرت فيها أن الزوجي ضد طموحي ويباني أوقف في هذه السنة اللي نحن عايشي أطلب الزوج وأقول لأشوف البودكاست وأطلب أشوفه وأعرف وشو مشكلته ونحاول نوصل لحل وسط يرضيهم لاثنين أنا حاولت أصل لدرجة نازلت عن طموحي كله بعدين يعني بس كانت مثل البلونة اللي طارت صحيح هييتها ما لحب جميل الرجل أن يدعم المرأة في طموحها وشغلها يعني هذا شيء وايد حلو شوفي أنا بقول شيء ما قلت قبل نعم حصري لك قولي أنا تياسة أفكر أقول المرأة حلو يكون عندها ريال يدعمها فخور فيها فحير يسندها ويكونوا واقف معاها في الأوقات الصعبة ويتعلمون مع بعض أنا وقفت معاك أنا وقفت معاك ونجحت كيف يمكن يا دوري كيف يمكن يا دوري كيف يوقف معايا شوي أنا ما قصرت يعني لماذا أنا لم أفعل شيء غلط لم أفعل شيء غلط بالعكس يعني أنا إذا باعل وباعل ننعلم مع بعض يعني وندعم بعض نستوي قبل قوي نخدم الأمة نخدم الناس لماذا أنا يعني كمرأة المفروض أني أتنازل عن طموحي المحترم اللي فيه تربية وتعليم للأمة لماذا وصلت الجواب ولا ما شيء جواب جواب طبعا أنا أشوف أن هذا دوري توعية توعية كون واقف مع زوجتك نعم لا تتخلي خليها تنجح صحيح خليها تنجح أعطيها مساحتها أنت كوني أديبة مع ريلت يعرفي حدودت معاه لا تضايقينه لا تحرجينه أنت تبين تطمحين اطمحي بالقوانين والحدود لهذه الأسرة نعم شو تشوفين الحين تحسين نفسك بروحك الحين؟ لا ما تحسين إنش تحتاجين لا لا هذين سؤالين هذين سؤال هذين سؤال هلغو هذين سؤال ما كملنا لا عطتيني ضمن أخضر عادي عادي السؤال الأول بجاوبت والثاني بجاوبت بس افصليهم فضل أحس عمري بروحي لا أنا أؤمن أن الفطرة السوية للرجل والمرأة أنهم يكونون في حياة بعض فنعم أؤمن وإن شاء الله ربي بيعطيني على نيتي أؤمن أني أكمل مسيرتي هاي اليديدة مع شخص يرفعني بزيادة استاهلين يرفعني مش يرفع يعني لا أنه يدعمني أني أنا أقدر أدعم الناس حلو عرفتي لكن في الوقت الحالي الحمد لله الرجل في حياتي أساسي أبوي يدعمني نعم أبوي جدا فخور شعلي في وقت أبوي كان ناقد لي يقول لي أنت شا ستسوين هالكلام في 2018 2019 وخذ فترة لين ما خلصت الدكتوراه لين ما الهمة هو آمن فعلا أني أنا مش سالفة شو مبسالفة تشوفوني أنا يعني أنا لا 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 في ناس تقول لك يمكن هاي يعني أنت المفروض أنك أنت يعني ما بيعتي ريلة وأهلت عشان عشان طموحك هذا الكلام كلام يعني محبي مش بس شي قدم خلاص قديم 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 ومبني على عفوا أنا مش مسؤولة عن عدم أنت يعني لا تحملون المرأة كل المسؤولية يمكن مبشي أنا من نسبة لي لأنني أنا موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي فأتكلم بلغة المرأة أو أتكلم بلغة شخص دائما عندي حلقات إذا أنت بتنتقد ماية سوي البحث ما لك عدل عقب انتقد بعدين انتقد لأنك إذا سويت البحث إذا ما سويت بحثك تراك ممكن تتفشل ممكن تلاقي الجواب الجواب يعني ما نداعي لدي تنتقدني وأنت مم سوي البحث والله هذه ما كثرهم أنا مسؤولة أني أحط بصمة وأعطي بنية وأرقد وأنا مرتاحة أني أنا ما قضيت حد ومتأكدة بإذن الله إذا أنا الله خذ أمانته عياني فهرين فيني والناس البصمة اللي ترى هذا اللي حين اللي نتكلم فيه ترى ما يروح ما يروح ما يروح على الإنترنت على الإنترنت صحيح جميل أنا هذا اللي علي أنا مش مسؤولة عن جهل البعض سامحني نعم تحي والله لأن ريل مقتطفات تشويقي شيء تشويقي تحطين أنت وتيت تتسويلي فيها أنك أنت يعني لا سوري زن أهلت شو كان رأيهم بهذا الموضوع موضوع الطلاق يعني أمي واخوي طبعا كانوا أول ناس كنت معاهم في هالموضوع شهرين وأنا في حيرة من أمري يعني ترى موضوع ويد كبير يعني شو تتطلبين وبعد عمر وبعد عمر كيف سبحان الله في دائما أسباب ما حد يطلق يا عبث وأنا دوم أقول دائما الزواج في يد الرجل في يد الرجل الحرم شو تتبع صحيح طبطب عليها حنان حن علي اهتم فيني أنا شو أبا شو لي أبا ف اللي حصل أن الأهل في البداية كنت خايفة من أبوي وايد وايد كنت خايفة من أبوي سبحان الله أبوي في جلسة قلت له أبوي تشي 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 كان أخوي كيف لا أ bowls قال لي الي تشوفينه areن أهل أ thek frayge كيف ما على صل مكتوب سبحان الله ولكن يعني عمرك أخذتي مثلاً هذه النوعية القرارات الشخصية ندمتي لا أبداً بالذات هذا الموضوع لا لا لأنه لازم الإنسان ليش أقول لك هذا أرده أقول ليش دوري أنا اليوم شو دوري في المجتمع لا تطلقون الطلاق صعب هو مش الندم الندم على الزواج الناس تتحران يوم أقول الطلاق صعب يقول ها هي ندمانة لا فيه أمور تحصل غصباً عنك أنا ما يعني شو أقول لك أنا ما باطل لك ولكن كان لازم هذا هو الحل الوحيد هذا اللي صار يعني لما ما يكون في الطرفين يبون بعضه شو تسوين ما في حد تجبرين حد إنه يتموياتش شو تسارفة هيا ما ترومي يعني هذا ممكن نقول الحل الأخير يعني أكيد يا جماعة موجود الطلاق موجود هو حل لكن خل وآخر حل تعالي ترى الطلاق مو بسهل ترى أنت تعال تتحرى الطلاق يلا طلق كلمة الطلاق على لسانك سهلة هاي سير طلق طلق لا أنا ضد الطلاق يا جماعة تبعيات الطلاق على النفس وعلى العيال شيء صعب مدمرة مبين مدمرة حتى لو حد يعني عفواً استمر بحدي مثلاً حياته خلينا نقول وكمل وكذا أتمها يمكنني الآثار موجودة ندا أنا ذكاء عاطفي بهالدرجة هذه وبدراستي هذه نعم وأكيد أنا متأثرة رغم هذا أنت كيف تفر العشرة 22 سنة يعني معقول تنسين يعني لا مستحيل على القلب ما فيها تتذكر سامحيني قطوة تعيش عندك كم من سنة تعالقين فيها تعالقين فيها أنت متخيلة أكيد فأكيد يعني اللي بعدها ما نسيت يا جماعة فيه فرق عشرة عشرة أنا ما بنسى حيات طبعا بس بتخطى نعم مضطرة تخطيتي أكيد يعني ما دكتورة شراية شلونة شوية الحب الله أحلى شي في الحياة حب جميل الله حتى أنا من خير أقول لتنسي الكلام أحلى شي في الحياة والله أكيد أحلى شي في الحياة نحتاجها شوفي كانت أولوياتي الحب أن يكون مثل ما كان يكون بس ما صار شوي شوي تعلمت أن جد لما تتعمقين مع نفسك تكونين عندك وعي وتدخلين في ذكائك العاطفي وتعرفين تديرين عواطفك بذكاء بتعرفين أن الحب الأعظم هو حب الله عز وجل نعم بالله أحببتيه أحبب عبادة فيك إذا أحببت الله عطيته وإذا أعطيته يرضى عليك وحبت وحبب الناس فيك تحب ربك الحب إيك من الناس دوم تطلبه أنا دوم أدعى أقول لي يا الله يعني حبب خلقك فيني يا رب يعني فعلينا الله يسلم والله جد أشخاص طبعا خلينا نقول مدمينين الحزن الله يحب يزعل زعول يعني هو حتى لو يعني حتى لو يروم يطلع من هذا الموضوع اللي هو فيه ما يبا يعني حتى يخاف يفرح يخاف حياته تصير تمام شو رأيش في هذا أقول لك يكفينا الله يكفينا يشتر الضحك يا شيخ ضحكنا واي الله يستر شو بيستوي بعدين الله يستر هذه نظرة تشاؤمية هي تأتي من خبرات من أحداث محزنة وراء بعض اي فالإنسان العادات تتكون ما بين 21 يوم وأربعين يوم من عشر قوما أربعين يوما صار منهم فلما الإنسان طبيعي تتوالى عليه الأحداث يعني تعرفين هذا اللي وراء بعض وراء بعض وراء بعض أيوني ناس يقولوني أنا أشهر وأنا في دوامة حزن زعل زعل موقف وراء موقف وراء موقف اللي تعلمت اجبر نفسك إنك تحول النظرة هاي من تشاؤمية وإنت في الحزن إلى تفاؤل ليش؟ لأن الحزن والتشاؤم والمشاكل تتتابع وراء بعض سيون تتذقطع من طاقتك خلاص أنت متوقع Thi بيستوي سيء يستوي يوم أنت تتفأل لا الله إن شاء 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 الله الإمار طيبة وحتم拍 الدنيا أعطيش نفسه الإنسان دائما لازم يحط في باله نقطة جداً مهمة بشرحها الأحداث والواقع اللي جدامنا هذا الواقع اللي جدامنا انعكاس أفكارنا ومشاعرنا حيلا الواقع انت شو تشوفين انت عايشة بحزن هذا انعكاس ما بيداخل تفكرين انت بحزن يعني تفكرين فيه فتعلمت انه فيه ناس تاخذ الحياة ببساطة تاخذها ببساطة فاذا انت قدرت انك تعيشها ببساطة اي بإيجابية تقدر تقطع حبل التتابع هذا المصايب اللي تحصل لانه فعلا مثل مسباح شيء ويفتفتحينه ينزل كله على موضوع الإيجابية نتكلم عن الإيجابية الزائفة بس بعد الفاصل يلا هذا الموضوع لأنه وايد مهم سهل فيه يلا نتوقع نتلع فاصل دكتورة مايا طبعا منورة المكان بس عندي مشكلة عندي مشكلة صراحة يعني من أشخاص حتى حولي أوفر أوفر إيجابيين بطريقة تنرفز يعني أحسهم يمثلون الإيجابية فبعدين بحثت عن موضوع حصلت في مصطلح اسم الإيجابية الزائف شو رايجب هذا الموضوع يعني هذين الناس اللي هم مش عايشين الواقع لكن أول صدمت تيهم ممكن توصل معاهم مراحل نفسية عميقة لا سمح الله يفكر أنه يؤذي نفسه أو شيء لأنه مش عايش الواقع الواقع أن الدنيا من دنائتها والدنيا دار ابتلاء ودار اختبار صحيح في الوقت اللي المفروض أصبر فيه ما أصبر فيه والمفروض أني أفرح فيه أفرح فيه وأما بنعمة ربك فأحدث من الوقت النعمة تحدثي عن النعمة وسطانسي فيها في نفس الوقت كون متفاعل مع اللي يحصل معك في حياتك عيش المشاعر نحن دائما نقول عيش مشاعرك يعني إذا إنسان حزن احزن الإيجابية الزائفة هو أصلا حزين وتعبان سأمو أنه ما في شيء أو أنه ما في شيء أطلع بسطانس بغير جو أروح أغير جو ولا كأنه في شيء وهو فعلا لا أبدا أنت من الضائق لا أبدا بالعكس براية اللي يبيعك يبيعه واللي ما دري شو هذا واللي يباك ما تباول عادي حد يزعل عادي وكل شيء عادي طبعا عادي هو المفروض أنك أنت تشعر أنك أنت تزعل طبيعي المفروض أنك تطلع مشاعر الزعل شوفي مراحل الصدمة خمسة حلوين ماذا هم؟ الصدمة بعدين الحساس بالظلم نعم بعدها تشعرين بالغضب بعدها يستوي عنده شيء اسمه يمكن أنا يمكن السبب مني تتشاورين يمكن أنا المفروض أني يعني شفقت علي أو عطيت فرصة تيهني والندم شوية تشاور أنا مراحلة التشاور بعدين الاكتئاب الحزن بعدها التقبل التقبل والتسامح هناك ها تسامح وين هناك ها هذا يأخذ وقت هذا التسامح يأخذ وقت ليش يقلك عيش كل المراحل حتى تتوصل للمرحلة التسامح بحيث أنك توصل للتسامح ويمكن ما توصلها إلا متأخر ما تتوصلها بزرعة السامح أعلى وأطهر نوع من المشاعر التسامح يا سلام عندي لها شي جميل قوليلي شي مختلف يلا مسألش اسئلة خلي الذكاء العاطفي موجود بس ها طفيه شوي اوكي طفيه شكل شي مستفيد اباتت جاوبيني بسرعة اول شي في بالج قوليلي تمام اوكي حلو حلو ضو الأخضر يلا تفضلي الله يسكر مال شهرة ولا حب شهرة شهرة صيرت حياتش لو تحولت لكتاب شو العنوان الإحسان الإحسان لو الحين الزمن يرد شو أول شي تغيرينا ولا شي حلو مو ندمان على ولا شي ولا شي مصيبي الحمد لله يعني لو ما كنتي دكتورة شو كنتي تبين تكونين دكتورة جميل شي ودش تمسحينا من ذكرياتك كاملة لليوم جزء من مراهقتي آه أغلى شي ملكتي الحمد لله أهلي وعيالي الحمد لله وعدهم مش ملكنا بعد هما مش ملكنا بس الحمد لله للذات هاي بنتي داليا دويهمم اشتعني ليش الفلوس المادة مهمة طبعا معيار نجاح معيار نجاح ومحتاج ماني ميكس ماني نعم يعني واستمرارية نجاح طبعا شعور بالذنب كم مريت في العمر ايه وايد وايد طبعا يعني بس كل ما خففتي شعور بالذنب كل ما عشتي مرتاحة كيف تعيشين مرتاحة انتش تسوين الأشياء هاذا كالعاطفي اللي قلت إلي حطيه على الجنب قلنا له هاذا هي لازم تسوين الأشياء اللي انت تعارفين عمرش هني بتشعرين بالذنب لا تسوينها ما تسوين اتعلم من أخطائك كم مرة بنخطأ الشي اللي يشعركت الذنب لا تسوي لا تسوي في شي سبحان الله مضطرة تسوينا صح يشعركت بالذنب تسوينا الانسان ضعيف بس في أمور أقدر أستغنع عنها يتخفف علي وطأة اليوم شو هي نقطة ضعفتش بكل سراحة وشفافية انا وايد احب الحب انا الحب يعني الاهتمام الحب اللي تعطينا انا اعطي حسة طبيعي لكن اخذ 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 واحد يحن علي و و يحبني صدقا يعني تعالفين يعني احس عمري يعني ان كيف الله اكرمني حتى لو ورده يا سلام والله العظيم قبل كنت مادية اكثر اشوف الى مش خاتم الماس او مش مادرة كيف لا الحين لا لماذا انت الموضوع ما يكون فيه الموضوع العيال ما قصر فينا الحين هالشي ما فيه حين انت معتمدة عن نفسك ما حدا يهديتش دورين الاهتمام فأنت أي شيء حتى من صديقاتي أستانس هل يوم من الأيام حسيتي ما بكمل طريقي فقدت الشغف؟ لا الحمد لله بس مش فقدت الشغف بس أول ما انفصلت كان كورونا حمد ربي شوفي كيف ربي العالمين كريم إنه كان كورونا أنا كنت محتاجة هذا الوقت بروحك؟ لأنه ما كان في شغف أنا ضيعت أنا قلتش أنا تخليت عن كل شيء عجانة بس كنت بس يرضى في قرونة بعد ما انفصلت انفصلنا طبعا نصيب الله يسهل علي يا رب يحفظه ويسر أمره والله من كل قلبي ويوفقنا ويوفق عياله وأهله وشيء لكن في هالفترة كنت محتاجة أني أعيد بناء نفسيتي توقع كتبتí كتاب في هذه الفترة صح 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 أسرار التجديد scholars وهي أصلا عن مراحل الشفاء من الموضوع كل شيء قلت أول قلت كل مرحلة كانت أسجل شعوري وبعدين جمعت كلها في الثلاثة شهور وحطيتها في كتاب فهي ست مراحل الكتاب هذا ست مراحل من الابتلاء إلى الشفاء يذكرت بهذه المرحلة؟ مرحلة جداً حلوة على فكرة كورونا كان كانت مرحلة راحة تحسينها جبرتني أني أعيش بروحي عيالي معاي بس جبرتني أني تخيلي هاي بداية الفطام تعرفت على نفسك يمكن صحيح؟ لأن أنا حسيت بعد حسيت أني تعرفت على نفسي بداية الفطام عندي مفاجأة قولي هني في تريفون يوه قولي نخلي الذكاء العاطفة على الصور على الجابة حاضر وماشتر الدين بسرعة على الشيء اللي براويتي حلو؟ أوكي أوكي نزان يا سلام عندي شيء وايد حلو قوي زيك الله يستر أوه ايه صورة الوالد وأنا هو شاي لني حبيبي شاي لنك؟ وعندنا هذي بعض؟ آي هاي الصورة لكل العائلة كلها عندهم هاي الصورة عندهم هاي الصورة كل الناس في كل أنحاء يعني في كل بيت أي والله شو هالجمال؟ حبيبتي إنتي الحمد لله شو هالجمال؟ شو هالجمال لذكريات ويالأهل أبوي حنون وايد أبوي أم داديز قرل يعني أنا أنا حتى اللي يتابعني على السوشيال يعرفون يعرفون زين طفولتش يعني شو أكثر شيء تذكرين في طفولتش أو تحبيين في طفولتش؟ أكثر شيء إجازاتنا لما كنا نسافر أبوي سفرنا أبوي ذاك الوقت سافرنا العالم كل صيف عنده سفرة سفرة أوروبا نسافرها كلها حتى أمريكا في ذاك الوقت سافرنا تخيلي ديزني سرنا حلو فكان يعني الوالد يعني أنا ما سافرت سافرت في زواجي والحين بس ما سافرت كثر ما سافرت بلاد مع أبوي والوالدة يا فلام لا يحفظه هي والله الذكريات كانت جميلة هي أنا تعرفت على العالم من الوالد من الوالدة هي والله جميل محمد شحالة؟ محمد شلونك؟ نوجه لك تحية وصفيلي محمد بكلمة السند 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 كل شيء أقوله كل شيء أقوله ويتقبل وينصح وبالعكس ولا يعنفني لا 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 وايد جميلة أن المرض تحصل أخوها وقفوا إياها لأن شيء مهم أحد من الأهل حتى يعني بعدها وقفوا إياي بشكل أنا يعني استغربت يعني لا تماعي بصالي وغايد يعني وكأنه شاف أنا كنت أشوفها الله يحفظ لك ونحن يعني نعرفه شايفينا بالله ما شاء الله دون موجود وياتش حلص صار معروف محمد الحين لدينا فقرة الترند على منصة X نشوف شو في الترند على منصة X حسنا ونسؤلف نعلق عنها حلو أنت تابعين أكيد الترندات تشوف في الترند خليني أشوف شو في الترند يالله قولي لي أول شي طلع أنت وحظت شو نصيب الله يقولي حلو عبد المجيد عبد الله في تبي أمت الحفلة يعني شفت اللقطات منها حابين تسمعين العبد المجيد أحب حسين الجسمي ماجد المهندس بس أحب أصالة أحب أحلام عبد المجيد والنعم فيه بس إذا حد يصير معي عبد المجيد أروحي يعني أستعنس بس بروحي صعبة قولي حب الكونسر كلها لازم يكون حد وياتش لازم حد وياتش بس أنا مبهورة بالأهلات الموسيقية وكيف كلهم مع بعض يطلعون معزوفة وكيف المغني غني يعني أنا بالنسبة لي أشوفها كإبداع غير وقفة المغني يعني أنا الأوركسترة وايد أحترمها وايد أعتبرها من المعجزات دكتور مايا عمرتش سمعتك كلمات أغنية وصحتي وأنت تصحين بشكل عام؟ يعني هي على حسب المشاعر المشاعر تكون حزينة في هالوقتي لامس قلبتش حتى أنا من النوع اللي أبوي أبويتي الله يحافظة إذا عيبتها أغنية أنت منسمعها نسمعها 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 جيه إليم ما نعوفها يعني ما تسمعين غيرها أسبوع خلينا نشوف بعد موضوع ثاني على نصة X شلونو شوية الكرة هاي أهلي نادي الأهلي أه طبعين أنا الأهلي أنا القوال اللي دخلت منها يحيى الغساني حلو ويحيى الغساني اللاعب يحيى الغساني طالب من طلابنا في مدرسة دبي كرمل يعني ربينا ويتخرج من عندي والله معلوماتها جميلة وكل سنة ييب الدرعوينا يا سلام يواقع التشيرتات للطلبة والله معلوماتك حلوة الكرة عدنا مالي في الكرة هذا طلع لي الخضر حلو لا أحب الكرة حلو أحب أشوف الجيمز القوية حتى في كأس آسيا حتى في كأس العالم أحب القوية كأس الخليج كأس العالم أحسه حلو لأن تحسين كل الناس التابعة أحب أحس لازم ندخل في هذه الأجواء أحب أشكرنا بعد حلوة كأس آسيا بعد حلوة لا لا حلوي حلوة طبعا طبعا تشترنت قريتي ويتشترنت قوليليا هي استخدمت كلمة ثانية لكن بمعنى أنا غالية ومهري غالي زل يابها عشان يرضيها يابها دبي اشترى لها بدل فيلا هي تبا فيلا باسمها اشترى لها شقة باسمها ليش تشتري شقة باسمي؟ انا ما بوا شقة باسمي ها شتب بعد؟ انا اشترى لساعات واشترى لشنط لكن انا ما عندي استعداد ارضا واتنازل يا ديقاء تتلقى تقول لك لم تتصبح في ميديا فأنا قلت معقول هذا صح يمكن هذا فيلم يعني أو خلق قلوا لي لا هذا صح فيه حدي يهو كافي أني أنا رضيت فيك أنت أنا عمري 25 وإذا ما تبقى وما تمشي على شروطي ترى فيه غيرك كثير هو متممت بسك في أنا استغربتك ومعقول هذا الصدق فيه شيتي قلت يمكن مش حقيقي معقول معقول أن نحن لهذه الدرجة وصلنا لا أعتقد هذه حالتي يعني ما أعتقد أنه طيو يمكن حالة ولا يدورون ترند ولا ما ممكن ترند ممكن صحيح ممكن صحيح ممكن ترند وكثين الآن الناس تحب تدور ترند في هذا الموضوع وخاصة بالعلاقات الشخصية تزواج تطلق تتزوج صح هو شوفي لما الإنسان ما يكون فيه هالمحتوى أكاديمي أو محتوى علمي صحيح الناس ترى تحب أحيانا الأمور الغريبة المجتمعية اللي تحصل ما نقدر نلوم المشاهد لكن في نفس الوقت مثل ما قلنا في بداية الحلقة اللي يالس يسجل لازم يكون يعرف أنه مؤثر ما نؤثر فيك؟ على مستوى العمل على مستوى قلنا أبوي وأمي على مستوى العمل والشخصي أما على مستوى والله مشكلة مشعارات نعم والله مشكلة مشعارات صادقة بس أنا لأني دائما طموحي منصب وايد متأثرة بشيوخنا وشيخاتنا في الدولة نعم ولا تأمرنا وايد عيني على شو يالس يستوي في المجتمع شو آخر الأجندات الوطنية اللي تهم الدولة أنا مالي مدير أنا ما عندي حد فوقي نعم بس أنا أشوف الأجندة اللي تمشي عليها الاستراتيجية تمشي عليها الدولة أحاول كثر ما أقدر أحطها في قالب المجتمعي اللي يوصل المسجات توصل لكل فئات المجتمع جميل أنا يتابعوني من 13 سنة فلازم المحتوى يكون سهل ويوصل ويهمون أيوة نعم ويكون عميق في نفس الوقت هني الصعوبة هذا صعب هني الصعوبة فأنا هني خالي نقول التحدي هم فهم هذي لهم الناس هذي ل الله يحفظهم هم هذي للي أنا أتبعهم هم دكتور مايا يعني أنت شخصية جميلة حبية بتي ورائعة صراحة وأنا جدا 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 مرة ثانية مستنسب الجلوس معك والحديث معك يعني أحس استفدت يعني أحس أخذت طاقة إيجابية جميلة منك بروح أرتا هيا أنت شو الله تستعرين كل خير وراحة شو رايش بيالستنا اليوم؟ والله يعني أنا حبيت لأنها أنا شوف عندي خبرة في بودكاست مع قنوات أخرى وكذا وكذا بس أنتو اليوم الأسئلة كانت مختلفة الأجوبة تبعوني أجوبة مختلفة نعم فيها بعض التحدي وقد أتمنى هالشي أنا أحب أن البودكاست يكون مختلف نعم عن اللقاءات التلفزيونية اللقاءات التلفزيونية مثل ما قلت في البداية نعم تكون معلومات معلومات يا أكثر صحيح بودكاست يكون أكثر من القلب للقلب أيوة يعلمك أنت شخصيا شيء مهارة أنت تتعلمها من خلال حد إحنا صحيح الأحداث لا تحصل لنا تحصل من خلالنا نعم فأنا وسيلة اليوم هاي وسيلة وصلنا أنت يد الله أنت وسيلة نعم اليوم إن شاء الله نكون قدمنا عبر دردشة بودكاست وعبر قناة الأفجيرة المحترمة أي سلام للأمة إن شاء الله المنفعة يا رب كلام جميل وياتي وكلام جميل ونورتي دردشة بودكاست كل التوفيق لتش حافظ شكرا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة